من كام يوم الحياة وزارة الصحة حذرت من الاستخدام الخاطئ والمتكرر لبعض أنواع المسكنات بدون الرجوع للطبيب لأنه بمنتهى البساطة ممكن أنه يتسبب هذه المسكنات في الإصابة بالاعتلال الكلوي أو أمراض أخرى في الجهاز الهضم فعلا جمانة احنا كتير جدا بنستسهل يعني أي واحد بيحس شوية بوجع يروح على طول ياخد مسكن موضوع ده بيسبب أمراض كتيرة جدا وبيسبب مشاكل صحية كتيرة احنا نتعرف عليها وازاي نحاول نتفادى العادة للأسف بقت موجودة في بيوتنا اللي هو اللجوء السريع للمسكنات معانا الأستاذ الدكتور طارق يوسف أستاذ أمراض البطنة بكلية الطب جامعة عين الشمس من ورنة ومشرفنا في صباح الخير لمصر صباح الخير على الحضر أهلا بحضرتكم حدق مع حضرتك بالاستخدام غير رشيد بالمرة للمسكنات المسكنات أكتر دوا في العالم بيستخدم المشكلة مش في المسكنات نفسها المشكلة فيه سوء الاستخدام أو الاستخدام العشوائي أو الاستخدام بدون استشار الطبيب أو بدون وصفة طبية بدون تركيب الاحتياج للمسكن مع الحالة المرضية اللي بيستخدمه فزي ما هيك قلت فيه استخدام عشوائي فيه استخدام بدون داعي لفترات طويلة بكميات كبيرة وده بيؤدي في الحياة إلى مشاكل كثيرة جدا في أجهزة الجسم كلها مش بس مقتصرة على الجهاز الهضمي لا ده جهاز الهضمي والقلب والكبد والكلة والرئة وحديثا الجهاز العصبي كمان والنوبات القلبية وحدوث المشاكل الأكبر اللي احنا مش عايزينها يعني طيب المسكنات لها ضرورة استخدام لكن بجرعة معينة بوقت معين مش استخدام عشوائي وعلى حسب الطبيب ما بيشور عليها فيه مسكنات أمنة أكيد ممكن نستخدمها كلنا اللي هي بيولو عليها أوفر كاونتر أو اللي في بيت أي حد فينا ممكن نستخدمها للصداع لألام أي ألام كمسكن لكن في حدود وفترة قليلة ويدوبك بتقضي الحاجة بتاعك لكن أنا أتعود على استخدام المسكن بجرعات كبيرة لفترات طويلة هنا المشكلة طيب حتى الأوتي سي دي دكتور يعني حتى المسكنات اللي حديك ذكرتها دلوقتي اللي بتبقى موجودة بنعرف نستخدمها بشكل عادي تبقى موجودة في بيوتنا حتى الاستخدام المفرد فيها ما أنا بقول بنستخدمها في حدود تسكين الألم بجرعة المسموح بيه لكن حتى دي لو أفردت فيها برضو هتتحول من حاجة مفيدة لحاجة ضر طيب هل فيه إدمان للمسكن يعني مثلا بنسمع كده يعني الواحد لو بيعاني من حاجة معينة أو ألام مستمرة فيقولك نوع من المسكنات اللي بتاخدها ما تبقاش دايما بتاخد مسكن من نوع معين هل كلام ده علمي صحيح؟ اللي بيعمل إدمان بعض أنواع المسكنات المشتقة من بعض أنواع المخدر فمش المسكنات العادية اللي بتستخدم للألم العادية دي بيحصل فيها تعود أن المريض دايما بياخد المسكن كل يوم بالجرعة اللي هو تعود عليها فالألم اللي في جسمه بيقل لأي سبب فبيتعود أن هو ياخدها باستمرار لكن مش هي دي اللي بتعمل إدمان فهي بيحصل فيها تعود كنوع من الراحة اللي بيحسها المريض أنا حاول أسأل كل أسئلة ممكن مشات يعني تخطر في باله فضالي إحنا منتكلم أنه مسكنات بتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل سيء طبعا وكثرة الاستخدام بدون استشار الطبيب في حد هيقول طب ما فيه مسكنات هل كده معنى ده أن المسكنات اللي بتأخذ عن طريق الحقن أضمن أحسن أقل ضرر السؤال هايل لأن هم فعلا المرضى متخيلين أن الحقنة أو اللبوس أو أي حاجة غير الحبوب والأدوية أقل ضررا في الحقيقة لا كلهم بيؤدوا نفس الضرر وبيؤدوا نفس الأعراض الجانبية لأن الجزء المسكنات بتضر الجهاز الهضمي فيه عن طريق مباشر ده أقلال جدا ده 20% من الضرر الباقي عن طريق الدم لأن المسكنات في الحقيقة زي ما بتسكن الألم هي بتمنع بعض المواد الكيميائية المهمة لحدوث عمليات السلجية في الجسم فمنها الحاجات المواد الكيميائية دي اللي بتحمي جدار المعدة يبقى أنا أخذتها بأي طريق حقوق دي برضو لنفس الطريقة التهابات تقرحات وأحيانا قرحة في المعدة وأحيانا نزيف بأي شكل من الأشكال طب عشان نواحي السيدة المشاهدين فرصة وجود حضرتك معنا إيه الأضرار اللي ممكن تتسببها تناول جرعات كبيرة من المسكنات على أجهزة الجسم المختلفة حلو أوي السؤال إحنا مش بس جرعات كبيرة وفترات طويلة نمرت أول حاجة خالص أن المريض ما بيقيمش الحالة العامة بتاعته إيه عنده ضغط عنده سكر عنده مشكلة في القلب أو الكلا عنده مشكلة في الجهاز الهضمي فبيبدأ ياخد المسكنات أو بتكتب له مرة وبيمشي عليها بعد كده نلاقي أول حاجة وأكتر حاجة بتتأثر مباشرة هي الجهاز الهضمي وبرضو عايز أقول مش المعدة فقط المعدة والقولون كتير قوي بنلاقي التهابات في القولون بنلاقي نزيف شرجي بنلاقي أنيميا غير مسببة بسبب استخدام المسكنات بلس التقرحات المعدة التهابات المعدة أحيانا حدوث قرحة وساعات بيجي العيان بالمضاعفات وهو ما يعرفش المشكلة فيه يعني العيان بيجي قرحة فيها مضاعفات سواء قرحة نازفة أو متكرر أو ألام أو عصرها وهو مش واخد باله أن المسكن هو سبب هذا الضرر يبقى المعدة القولون برضو قلنا والناس ما تاخدش بالها خالص المسكن إعلقته بالقولون وده بيسبب برضو التهابات وتقرحات نيجي ليه الكلة حاجات المهمة قوي ممكن جرعات كبيرة من المسكنات ممكن تسبب قصور في وظائف الكلة ممكن تسبب لقدر الله فشل كلوي حاد واللي بيتعود على جرعات من المسكنات لفترات طويلة في حاجة اسمها الكلة اعتلال كلوي بسبب المسكن وده بيحصل على فترات طويلة وهنا بنلاقي المريك جاي بقصور في وظائف الكلة بيتورم بمشاكل كتير القلب في الحقيقة حديثا فيه توجه عام ان كثير من المسكنات لو استخدمت بجرعات كبيرة لوقات طويلة بتعمل مشاكل في القلب اولا المسكنات بتعلي الضغط معظمها بيعمل احتباس للماء والملح في الجسم فبيعلي الضغط نمرة اتنين لو ان المسكنات دي بتسبب ازمات قلبية لمريض عنده استعداد لهو المريض اللي عنده الضغط عالي او عنده مشكلة في القلب يبدأ ياخد المسكنات لأي سبب تاني يبتدي يحصل قصور في وظائف القلب يبتدي يحصل ازمات قلبية دي مهمة او الكبد في الحقيقة بنواجه في عياداتنا كل يوم مرضى عندهم ارتفاع في انزيمات الكبد غير مسبب لما تقعد تاخد وتدي مع العين وتسأله تلاقيه كثير الاستهلاك للمسكنات لاسباب كتيرة سواء اعتقادا منه ان ده بيسكن القلم او اعتقادا منه ان هو المفروض ياخد ده او الدكتور وصفوله ومش عليه يبقى الكبد والكلة والقلب الرئة كمان حساسية بتاعة الصدر نفسها كثيرة جدا بتحصل نتيجة المسكنات المريض ياخد الحباية مشواخد باله كرشة نفس مش قادر ياخد نفسه بيضطر يتوجه للمستشفى فبرضو دي من الحاجات اللي بنواجهه ارتفاع ضغط الدم الغير مبرر لمرضى الضغط ماشي كويس قوي ابتدا ياخد مسكنات ابتدا ضغطه لا ينتظم ابتدا جسمه يورم فكل دي لو حالك ملاحظ كل اجهزة الجسم تقريبا ممكن تدار من استخدام المسكنات طيب دكتور حضركم نتكلم على نقطة انه هل المسكنات ادمان او لا بس فيه على جانب اخر الجسم بيعتاد على الدوسج او على الجرعة تمام فبنلاقي حد مثلا ممكن كابسولة او حباية من دواء معين بتركيز معين كانت بتسكن قلم وبالفعله بيبقى افاكتف او بيبقى مؤثر ومفيش مشكلة وفاعل بعد شوية يا اما بيضطر ان هو يضاعف الجرعة او ياخد معها حاجتان وفي كل الاحوال هو بيدر نفسه اكتر لان هو اللي بتعمله حباية الجرعة لما بتزيد والوقت بيزيد والتنوع في استخدام المسكنات الضرر بيزيد مباشرة تمام في نقطة تانية المسكنات احنا قلنا بتشمل حاجات قد تكون اقل ضررا زي البرسيتامول دي اللي احنا ممكن نستخدمها بامان شوية مش امان مطلق وتستخدمه دي اللي انا كنت بقصد بها ما فيهاش دي الامان اللي انا ممكن استخدمها الاولادي استخدمها للمريض استخدمها لغية ما ارجع للطبيب واسأله طيب لكن برضو البرسيتامول بجرعات وبحدود ولما بتزيد الجرعات بنلاقي فيه مشكلة ممكن تحصل في الكبد ممكن انزيمات الكبد تعله يبقى برضو بحدود وزي ما انا بقول للجرعة المناسبة لتسكين الالم في فترة قليلة طيب فيه حاجة تانية منتشرة جدا في الشعب المصري احب برضو نوح عليها الاسبرين استخدام الاسبرين تقريبا يعني عدد الناس اللي بتستخدم الاسبرين في مصر غير عدد كتير جدا وفيه ناس فعلا تستحق انها تاخد الاسبرين ده بوصفة الطبيب سواء دكتور القلب والاوعية الدموية او البطنة او الامراض العصبية وده بيبقى عنده خطورة فهو بيدي الاسبرين عشان السيولة عشان يحميه مش ده الجزء اللي انا بتكلم عليه انا بتكلم عن الجزء التاني اللي عنده اعتقاد او كان فيه توجه ان ممكن ااخده عشان اقي نفسي من حدود جلطات او كي او جلطات بعد سن معين هو بيعمل سيولة احنا متفقين تماما لكن حتة الدنة اخده يقيني من حاجة وانا ما عنديش مشكلة في الحقيقة دي يعني ما بقاش فيه توصية علمية عليها كتير يبقى انا لازم اخده للمريض اللي عنده فعلا خطورة لحدوث مشكلة يعني فيه عوامل خطورة بتقاس فيه عوامل فاكترز يعني خطورة نفسها اذا كان مثلا عنده ضغط الدم او مدخن او غيره الدكتور بيحدد ان ده عنده عامل خطورة ممكن يؤدي الى حدوث تجلطات فبيوصف له الاسبرين لكن الاعتقاد الشائح هذاك وصلت فوق الاربعين او الخمسين ابدأ اخد اسبرين وقايا الكلام ده في الحقيقة ضرر وبرضو مش قليل خالص فيه برضو حاجة بنقع فيها يعني بعض الاسر والاهالي بيدوا مسكنات الاطفال تمام الطفل في الحقيقة حساس جدا ومش المفروض ان انا اتعامل معاه في الادوية الا بحرص شديد انا ممكن استخدم البرسيتامول زي ما انا بقول خفض للحرارة مسكن للألم مرة اتنين لكن لو زادت الكلام ده وبيقول مش اكتر من يومين مثلا ان انا استخدم المسكن او خفض الحرارة لو استمر العرض لازم ارجع للطبيب مش من نفسي اعاود طفلي على المسكنات لان الاعراض الجانبية في الاطفال وكبار السن هتبقى اكتر من الفترة العمرية اللي في النص فأحريص جدا استخدم المسكنات الامنة زي ما بنقول برسيتامول ممكن استخدمه غاية مرجع للطبيب بتاع الطفل وهو اللي يوصف لي الحاجة المناسبة لي دكتر يعني هسأل سؤال لحضرتك يبدو الى يعني يبدو انه سازك شوي بس احنا للأسف الشعب المصري ممكن ياخد الادوية بجد اين كانت مسكنات غير مسكنات مفروض ان الادوية بتتاخد مع ميا اكيد لا فينا احنا ناخدها مع الشاي ناخدها مع حاجة المياه الغازية ملحوظة زكاية وبنلاحظها واحنا كاساس الجهاز هاضمي بنلاحظها للعيان مستعجل مفيش مياه فممكن ياخد الحباية ويبلعها بدون اي حاجة يعني كمان يا ريد بياخدها بأي سائل ساعت بيبلع الحباية بدون حاجة خالص حاشوفنا حالات كتيرة الحباية بتنزل تلتصق بجدار المريء وتعمل قرحة وتعمل ترجية وتعمل نزيف وتعمل مشاكل كتيرة جدا المياه وكمية مياه يعني مش اقل من كباية مياه عشان تساعد ان دي ما تعملش ضرر مباشر للمعدة ده مهم ومش حاجة تاني فاشياخد المسكن بيه حاجة فيها صودة او حاجة محلاء او الكلام ده كله الافضل انها تبقى باية مياه لكن العادة بتاعتنا مستعجل في العربية باخد مسكن ويبلعه ديه كارثة ديه كارثة في الحقيقة حسن الحركة برضو سؤال يعني يبدو نكون بديهي شوية هو انا امتى ألجأ للمسكن يعني امتى جسمي ممكن يتصالح مع القلم او يعني يستحمل القلم وفي لحظة اقول لا انا ألجأ الى مسكن وهل صح ان انا ممكن اكابر شوية او استحمل القلم ده افضل صحيا ولا ألجأ مباشرة للمسكنات اتفقنا ان فيه مسكنات امنة ممكن لو انا مش هستحمل احتمال القلم مختلف من واحد لوحد وفي ناس باحتملش القلم خالص او ما عندها استعداد تعمل التجربة على حسب الفروق فردية فروق فردية عتبت القلم عنده كل واحد مختلف طيب افرد انا عايز استخدم المسكن من اول ما حصيت بالقلم اخد لحاجات الامنة ما عنديش مشكلة ان انا عندي البلس تمول في بيتي اخده واجرب به خفيت اوكي ما خفيتش يعني ما فيش داعي ان انا استمر الا استشير طبيب فالقلم لو انا قدرت احتمله مرة واحدة يعني واختفى اهلا وسهلا ده يبقى افضل لكن طبعا ما فيش مشكلة لكن مش عارفة اشتغل مش عارفة اناه بيسبب لي مشاكل في حياتي افضل على نظام حياتي هنا بقى هنا لازم هستنى يعني هاخد مسكن احنا مش ضد اخد المسكنات احنا ضد اخد العشوائية وضد اخد الجرعات كبيرة في اوقات طويرة طيب في نفس الحالة برضي دكتور فيه الناس ممكن بالفعل تبتدي تاخد دوى يبقى عندها مثلا صداء او قلم شديد شوية تبتدي تاخد المسكن ما تحسش احنا احنا بنا اعتقد ان المسكن زحر يعني انا خدت المسكن خمس دقيب كثير جدا ايوه السؤال مهم جدا في لحظتها لازم اخف لازم قلم يروح احنا بلاحظتها اتجاره بشخصية فاني واحد بيقول له واحد كذا بقيت كويس جدا بالزفت فيه قلم مفالا بيعدي وقت قليل جدا يروح واخد الحباية التانية طيب هو برضو حاسس لسه فيه اقل شوية بس فيه واجعة هنا لازم نتوجه لطبيب بقى يعني هنا الموضوع تخطى فكرة المسكن هنا فيه التهاب موجود ومستمر وهو سبب حدوث الالم دايما الالم هي علامة ان فيه حاجة غلط فيه التهاب موجود حضرك اخدت المسكن مسكنش الامور ومحتاج ان انا كرره لا طب ايه سبب القصة ممكن انا كن محتاج حاجة تانية خالص ممكن يكون سبب القلم دوة التهاب محتاج علاج اخر او جرعات تانية او نوع تاني من المسكن ما مش كل المسكنات يعني one not fit for all يعني مش هينفع لكل حاجة فاخدته جاب نتيجة اوكي لكن استمر لازم حاجة بتقولي بقى فيه حاجة وراه فيه التهاب فيه مشكلة يعني ما نزهدش الجرع يا جمع لا اخلاص لا جرع ولا عدد ولا الكلام دوت اخد مرة اخد اتنين لسه تعبان ارجع للدكتور بتاعي هو يقولي المشكلة فيه طيب مدى مفعول المسكن بنشوف برضو انواع يعني ممكن مفعولها يدوم اكتر او يبقى عدد الساعات اكتر ده ليه تأثير على الاجهزة الحيوية لجسم الانسان ده حضرك حسب نوع المسكن نفسه عندنا انواع كتير قوي في السوق مطروحة فيه مسكنات العامة القوية وفيه مسكنات بتشتغل 12 ساعة وفيه مسكنات سريعة وفيه مسكنات دلوقتي بتحطي على اللسان بتتاخد حقنا يعني فيه اشكال كتير قوي عشان تبتدي سرعة الاداء بتاعها والتسكين مش كل الناس هتستجيب برضو بنفس الشكل ليها تمام طبعا لو انا القلم حسب نوع القلم بقى سببه ايه واحتياجي للمسكن قد ايه هحدد هنا هاخد طويل المفعول ولا اخد مسكن عادي وحاخده كام يوم فترة برضو مهمة قوي ان مثلا عنده حرارة حرارة يومين تلاتة بالكتير مش المفروض ياخد تاني خوفة حرارة الا لما يرجع للطبيب اللي عنده اي التهاب او اي حاجة من خمس لسبع ايام برضو بوصف الطبيب لكن ما ينفعش يستمر اكتر من كلمة دكتور طارق اخيرا بما ان حددك ذكرت اشكال المسكنات مش بتكلم على الفارس تقول هي المادة الامنة زي ما حددك ذكرت بتكلم على اشكال المسكنات فيه زي ما قلنا فيه حقان فيه كابسلز فيه تصيرة في شرب بالضبط امنهم ايه لا هما كلهم بيقدوا نفس الكلام احنا قلنا كله في الاخر عن طريق التأثير على على مادة كيميائية معينة اسمها البروستا جلندن في الدم هو بيقلل التهاب وفي نفس الوقت بيعمل الضرر امنهم بالنسبة للجهاز الهضمي او امنهم بالنسبة للفريقونتي يعني الاستخدام اللي ممكن حد يكون بيستخدم مسكن مثلا مضطر ان يستخدم مسكن على مدار ايام متتالية اللي هيستخدم مسكن على مدار ايام متتالية الجايدلاين العامة لخطوط الاسترشادية قالت لازم ياخد حماية لمعدته يعني خلاص هو مضطر عنده اصابة عنده مشكلة في العظم او المفاصل هياخد مسكن هنا لازم ياخد حاجة حماية لمعدته من اثار المسكن وما يكونش بقى هيقع تحت طائلة الضغط ولا القلب ولا الكال يعني برضو يتفصل عليه دكتور طريق يوسف أستاذ أمراض البطنة بكلية الطب جامعة عن الشمس بنشكرك شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم جدا شكرا لحضراتكم